التهديد والتحذير بات من اكثر المصطلحات استخداما في قاموس مسؤولي ايران واسرائيل على حد سواء واخر هذه التهديدات صدرت من طهران التي حذرت بشكل صريح تل ابيب على لسان قائد الحرس الثوري حسين سلامي في ختام المناورات الحربية التي اجرتها بلاده هذا الاسبوع في الخليج سلامي قال في تصريحات صحفية بان المناورات الحربية هي رسالة واضحة ورد على التهديدات الاسرائيلية محذرا تل ابيب من مواجهة عواقب وخيمة اذا شنت هجمات على بلاده من جانبه وفي نبرة لا تخلو من التهديد تحدث رئيس اركان الجيش الايراني محمد باقري عن المناورات وقال ان 16 صاروخا باليستيا من انواع مختلفة اطلقت في نفس الوقت ودمرت اهدافا محددة سلفا على حد تعبيره وتزعم ايران ان صواريخها الباليستية يبلغ مداها 2000 كيلومتر وقادرة على الوصول الى اسرائيل والقواعد الامريكية في المنطقة المناورات الحربية التي اجرتها ايران جاءت في وقت يوجه مسؤولنا في اسرائيل تهديدات متكررة لطهران على خلفية برنامجها النووي والصاروخي اذ تؤكد تل ابيب انها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح ذري وهو ما تنفي الاخير السعياء اليه وفي ردود الفعل الدولية نددت بريطانيا في بيان باطلاق ايران لصواريخ باليستية في مناورات حربية بالخليج معتبرة هذه الخطوة تهديدا للامن الاقليمي والدولي ودعت بريطانيا ايران لوقف انشطتها العسكرية على الفور